شكرا معلقنا كابتن أحمد مناع إذن النادي الأهلي ينهي الفترة الثانية متقدم بأكثر من ضبل اسكور 48-23 الحقيقة مباراة النادي الأهلي بيبدع النهاردة خاصة اللعبنا المحترف عيسى اللي النهاردة سجل تقريبا خمس ثلاثيات أنا متش متأكد من رقم هجيبه من السكاوتينج ولكن هو ياربع ثلاثات يخمس ثلاثات عيسى النهاردة هو نجم الفترة الأولى والثانية ولكن كل اللعبين نجوم الحقيقة مباراة بيبدع فيها النادي الأهلي سجل في الشوط الأول 22 نقطة نادي الأهلي وسجل في الشوط الثاني 26 نقطة في حين النادي الزمالك سجل 12 نقطة في الشوط الأول 11 فقط نادي الأهلي بيبدع دفاعا وهجوما برحب بديوف المنورين للفقرة المرة الثانية كابتن سلعوي برحب بيك كابتن نبيل برحب بيك كابتن سلعوي يعني مباراة الحقيقة بيجيد فيها النادي الأهلي في كل في كل مهرات اللعبة سواء دفاعا أو هجوما شايف إيه في الفترة؟ شايف أنها كانت بداية قوام نادي الأهلي قبلها كان دفاع جيد من نادي الزمالك بس النهاردة الأهلي نقدر أنه بتفوق على نفسه بالنسبة للشوتين عايز أقول برضو اللعيب الأجنبي النهاردة بدأ يظهر بصماته واضحة على الفريق حتى تقريبا خمس سلسيات ومدرب الفريق أحمد الجرحي تحس أن بدأ يعمل روتاشن جيد جدا ما فيش لعيب لعب أكتر ما فيش إجهات بالنسبة للعيبة كل اللي نزل قد أعتقد الفرقة كلها قدروا لعبه الزمالك كان في وقت من القاد بيعمل ديفينتس كويس جدا جدا وبيجري جاريو كان سريع جدا على الباسكت في ساعتها كان الأهلي رجوع بطيق شوية الفاول شوتينج بالنسبة للنادي الأهلي برضو هو النقطة الوحيدة اللي هي نقدر نقول من نسبة التاتا بونتي احنا بنجيب بس النسبة برضو مش عالية مش عالية بس الفاول شوتينج برضو محتاجة لأن احنا داخلين على المباراة حسيمة محتاج كل نقطة فيها نعم التفاهم واضح جدا بين اللعيب اللعيبة النهاردة خاصة بين عمر الجندي وعمر طارق اللي حط أحلى باسكت في المباراة تقريبا أو أحلى ضنك في المباراة الأهلي النهاردة هنقدر نقول أنه بدأ يرجع لمصاره الطبيعي بالنسبة لجميع الخطوط كل الفرق بصراحة نجوم مش هنقدر نمايز حد عن حد كل اللي لعب استطاع أن يقدي الدور المطلوب منه بحرفية أشكرك كابتن سلعاوي والحياء عزي وضح شيء هو محترفنا عيسى هو مارك اليونز ولكن عيسى غير اسمه بعد إسلامه فأصبح عيسى عشان لو حد بيتساءل هو اسمه مارك هو اللي اسمه عيسى فأحب توضح ده للسادة المشاهدين كانت نبي رأي حدك في الفترة الأولى والتالية وطبعا إدارة إدارة المباركة جيدة من أحمد تشكلاته وتغيير المراكز بتاعة العيبة كانت كويسة جدا زي ما قلنا بس تصويب سري بوينت بالنسبة لنادي الأهلي ما كانش كوي وحش يعني تقريبا خمسين في المية اللي زبطوا شوي عيسى آه طبعا عيسى النهاردة مطالبت إنما احنا مش متوفقين قوي فيه من باقي اللاعبين آه مش متوفقين في الرماية الحرة كمان كمان يعني الرماية الحرة كان برضو نقطة ضعف صحيح يعني النهاردة بيجري بيحاول يعمل هجوم سريع على النادي الأهلي بس بيقابلوا ترانزيشن ديفنس من نادي الأهلي كويس جدا فده يعني ده النقطة الرئيسية اللي أنا شايفها في المقابل طب كبت النبيل يمكن النهاردة شفنا ارتفاع معدلات التيرنوفرز من نادي الأهلي نادي الأهلي في الطبيعي بيبقى التيرنوفر قليل ولكن النهاردة شفنا فيه بعض تسرع من لعب أو اتنين حصل منهم تيرنوفر آه ما تترجموش لبسكت من نادي الزمالك ولكن يعني أتصور ان التيرنوفرز معدلها النهاردة عالي شوية ده ترجعوا لإيه هو برضو كانت ثقة زيدة يعني النادي الأهلي النهاردة المباراة مريحها شوية فهو عايز يعمل شكل كويس في الأداء فبيحاولوا انهم يعملوا مثلا ألعاب مع بعض صنائية بصات قويسة بحيث ان الشكل يبقى كويس يعني يبقى فيه متعة في البسكت وهي المتعة في البسكت ضرورية يعني وده قابلوا شوية تيرنوفر من الفلق لكن ما فيش مسافات تسمح نعم طيب النهاردة النادي الأهلي بيسير على خطة سابتة الفوز رقم 17 على التوالي يمكن دي أكبر سلسلة أتصور فوز ما بين الفريقين على التوالي نادي الأهلي النهاردة فارق كبير 48-23 بيسير يا كابتن سلعاوي أنه يأكد جدرته واستحقاقه في كرة السلة في آخر ثلاث سنوات يمكن أو أكتر النهاردة فوز السبعتاشر على التوالي دي رقم كبير رقم كبير ورقم يسجل وما تعملش تعريبا قبل كده بين الفرقين ما تعملش رقم ما تعملش قبل كده بس هو المباريات كلها اللي قبل كده أعتقد كان فيها إكوال يعني جايز النهاردة فيه سكور عالي شوي النهاردة والمتشي اللي فات لا بس فيه ماتشات كان بيبقى كان فيه ماتشات قبل كده بردو أنا عندي السكور بتاعه بس هو النهاردة يمكن أغلب الماتشات بس النهاردة الفرق كبير دابل سكور دي محصلتش قبل كده 48-23 يعني بتتكلم فرق 25 بوند بين الشوتين بين الشوتين ليس فيه 20 ديئة ليس 20 ديئة بس هنا بردو هنا بردو تلاحظوا حد دي أنت ممكن تقول خلاص لك سبت المباراة والسكور يقل لا معتقدش لأن انت تقدي المباراة دي بروفة جدية لما هو قادم استحال اللاعب هتفكر كده واستحال المدرب هيسمح بكده الحقيقة كابتن بردو أنا عايز أشيد زي ما شدنا بعيسى والنهاردة فيه ميزة كبيرة جدا اكتشفناها في اللعيب ده إن عيسى عنده سرعة في نقل الهجم من الهجوم للدفاع سريع أوي في التحول لا لا حقيقي عيسى سريع أوي اتخط بردو عليك يا كابتن يعني عنده أول ما بيستيل بياخد أولا جد في الفرست أو تلت باص اللي بياخدها من الرباوندر وبياخد خطوتين بيقف نص ملعب أو بيكون معادي فالنهاردة لأ دي ميزة إحنا ما كناش لمسينها بينقيل لك بسرعة كابتن نبيل بص إيه عند أهاب أمين بس ممكن أهاب يكون إحنا ما بيعدي لكن لما تبقى عندك اتنين بالنوعية دي إن هي الفرستيب عنده سريعة والقدام بياخد نص الملعب في 3-4 خطوات دي حاجة كويسة جدا تنقلك في الترانزيشن أوفنس لباسكت سهل نعم وكمان بيجروا في خطوطهم صحيح القطرات بتروح على الصيد السناتر بتروح على مكانها يعني بصراحة الشتين دوت عبارة عن تابلو تابلو يعني جيد جدا مية مية وكمان عايزين نشيد بمروان سرحان يا كابتن مروان سرحان يعني أنا شايف أنه نقطة التحولة كابتن نبيل يعني مروان النهاردة هجوما ودفاعا لقاين بدور كبير جدا 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 وفعلا مستوى الفترة دي كويس جدا وقال أنه يحافظ على المستوى ده بس من شو الواحده صراحة يعني عمر طارق وكيجو بصراحة الثلاثة عاملين المتشاط إن شاء الله لما سيف يجلب السلام بإذن الله مع رجوع سيف كده يكتمل مع الداوي يعني بتاني تحت الحلقة احنا الحمد لله مع الداوي اللي عنده أحسن من كده بإذن الله يقدر الفترة بسهو محتاج وقت شوي يعني هو لسه ما دخلش جوا الفرقة حتى مشاركته في الملعب بتبقى فترات قليلة هو مؤمن هو مؤمن برضو محتاج فترات هي دي لما ياخد فترات كويسة هو مؤمن ممكن برضو يبقى ضفة كويسة جدا بالنسبة للفريق أبو النصر يا كابتن أبو النصر أداء والله أكبر ثابت ربنا يحفظه من الإصابات الجندي المجهول أبو النصر حاجة أبو النصر يعني أنا أو أنا لعيب كنت أتمنى ألعب جنبي أو يعني أول حاجة زي ما المدرب بيطلب منه بيعمله امسك اللعيب الأجنبي بيمسك اللعيب الأجنبي عشرة على عشرة اجري بيجري شوت يعني بصراحة اللي مشوت اللعيبة فاضية بأمانة حركات عمر طار يعني النهاردة كل لعيبة النادي الزمالك قال أنا أن عمر يلعب هنا نوان تحت ففيه كل لابس في الدفاع شوية دي وجد نظري ما عرفت حداك تأكدوها لا وكلامك مظبوط يعني الشوتة دي الشوتة دي معلش يا جماعة لو عدناها الشوتة دي واخدة من عمر طار لأن من عيسى سقط دي السلسيات بتاعت عيسى أشكركم يا جماعة الشوتة الأولية هو سقط مان عيسى سقط على عمر طار يخذ شوت أول كرة في الموتش هو دا ذكاء من عمر يعني أنا دلوقتي لما هباقدوا الكرة لو قدروا يعملوا كل لابسة علي أنا بطلع الكرة لأي حد فاضي شوت ما يجوش علي يا بأهلي فحطوا الكرة يعني هو كمان صراحة ربنا حفظه لا هو عمر طار كمان بأدلوتي زاكي جدا بطل حكتين عملية الدفع الدفع بطلها الفولات التي كانت نفسها في الهجوم زائد إن عمر طارد دلوقتي بدأ ياخد موزيشن أو بياخد تمركز صحيح على المدافع بيقدر ياخد الكرة هو المدافع خارج نطاق الخدمة بيبقى وراءه صحيح وخلينا برضو يا كابتن يعني ما ننساش أبدا دور عمر الجندي عمر الجندي النهاردة رمانة ميزان خبرة كبيرة في الملعب تيرن اوبر ولال جدا من عمر زهران بيشغل الفرقة ريباون يعني عمر زهران أنا أسف عمر الجندي عمر الجندي طبعا عمر زهران دوره ملا خلاف عليه بس عمر الجندي النهاردة يعني رمانة ميزان بقى الله أكبر بقى كتلة خبرة في الملعب عمر الجندي لا خلاف عليه عمر الجندي اللعب لعيب من طراز فريد متفاهم جدا من عمر طارق لكن عايزين ننتقل إلى العمر زهران عمر زهران مبارادي مش كويس لا هو يعني يمكن ما عملش يعني ما عملش حاجة وحشة الولد ده أحسن من كده بمراحة كتير بس لازم نعذره نراجع من الإصاب عمر زهران النهاردة ملعبش كتير لان هو نزل خد فاول اتغير لما نزل تاني مرة فأول الشوت التاني خد الفاول التاني عشان كده هو حتى كان عمال يكلم الحاكم ان انا رجعت الورا وما عملتش الفاول فطبعا عايز اقول حاجة في عمر طارق بقى يعملها ميزة ساعات لما بيلمش الكورة بيجري فاست بريك ودي حاجة مش موجودة فالناش الطوال بالحجم دو هو ما شاء الله كويس فيها جدا وخد في المطش دو اللي فات خد كور الواحد وتحت يعني خد كور الواحد وتحت صح الله ينور عليه كابتن عمر كان فعلا بيبقى متأخر أنا شايف اللعيبة بص بتتجمع هاي يعني اللعيبة مش يعني عارفة ان الفرق كبير وممكن يقل فالنهاردة اللعيبة بتتجمع شايف يا كابتن عن فاول شوت يعني بيتكلموا وبيحفزوا بعض ان احنا المطش مخلص ودي طبعا نادي الأهلي ميش بيبصوا عمروا يا كابتن نبيلة وكابتن سلعاوي لمباراة قديها كويس احنا عانينا على البطولة ان شاء الله يا ربنا يا رب يوفقهم والأداء يبقى كويس طب كابتن سلعاوي المطلوب ايه فتاة الرابع سريعا الفضلين دي او دي او المطلوب بالنفس ان الدفاع قوي ونجري برضو زي ما بنجري لأن تطبيق الدفاع هيدينا ارتحية احنا كجمهور بالنسبة للمباراة قادمة طب كابتن دفاع ازاي اذا كان نادي الزمالك لعبته عندها اندفاع بشكل غريب يعني حتى في الفاصل بريك لعبة نادي الزمالك بتروح بشكل بترمي نفسه يبقى احنا نرجع بسرعة نابي للدفاع لازم نرجع بسرعة ولازم حد منعطل كورة من قدام كابتن نبيل رأي حدك ايه انا في رأي ان الشتين الجايين دولا عبارة عن او اكورتارين تجريبيين لمطش الاتحاد فاحنا يعني لازم نجهز نفسنا على اي حاجة مسلا ممكن تحصل فرقة الاتحاد برضو فرقة سريعة طبعا فلازم النهاردة نقابل بتاع النادي الزمالك او الهجوم السريع بتاع نادي الزمالك بترانزيشن ديفنس نسبقنا ان احنا نرجع بسرعة ونقدر نوضف لازم الطويل اعطل يا كوتش صحيح اول كور اشكرك ابتن السلاة واشكرا لكابتن نبير خلينا نروح لمجمع الدكتور حسن مصطفى من مدينة السادس من اكتوبر عشان ننقل لحضراتكم الفترة التالتة والربح من عمر مباراة الاهلي والزمالك في دور التمانية بعدما انهى النادي الاهلي الشوت الاول والثانية او الفترة الاولى والثانية بتقدم كبير اكتر من ضبل اسكور تمانية واربعين تلاتة وعشر مع معلقنا الكبير الكابتن احمد منع فالى هناك